الProblem Solving Process أقدر لخصها بعد الكلام دا كله فيه Problem Solving Process is similar for other types of engineering decision making نمر واحد Understand the problem and goal Collect relevant information Define the alternative solution Evaluate each alternative Select the best alternative Using some criteria Implement the solution and monitor the results يبقى ملخص الموضوع نمر واحد بفهم المشكلة وأجمع المعلومات الخاصة بهذه المشكلة اللي عندي وأبدأ أحط كل alternatives وأعرفه تعريفا دقيقا بناء على ما له وما عليه مميزاته وعيوبه ثم أبدأ أعمل analysis تحليل لكل alternative واختار أفضل alternative بناء على مجموعة الكراتيريا اللي عندي ثم أبدأ أوظف أو أنفذ alternative اللي أنا تم اختياره يبقى دي مجموعة من الأشياء بس تأخذ بالك وأنت كمهندس لازم تأخذ بالك draw cash flow diagram الكاش flow diagram بترسمه لكل alternative علشان توضح ما له وما عليه لكن في حالة long term economic decision equipment and process selection باختار معدة معينة اختيار المعدة ده هيقعد في المصنع مدة طويلة يبقى لازم الأناليسيس بتاعي على الhorizon بتاع هذه المكينة equipment replacements عملية استبدال المكينة في عندي مكينة old قديمة وأبدأ أشوف المكينة old دي yet هل تستمر ولا فيه واحدة جديدة new تحل محل هذه المكينة اللي عندي ممكن تبقى الأسباب إن product by old fashion في المكينة الجديدة أو الكم بتاع الproduction عاوز أزوده and so on في مميزات في الإحلال أبدأ أدرس a new product and product expansion عملية تطوير الproduct القديم أو أنتج product جديد على long life لأن مشكلتنا عموما في الدول العربية إنه ممكن ينشئ مصنع على أعلى مستوى من الانتاج ولكن لا يتم عملية التطوير لهذا المنتج وبالتالي الشركات الأخرى تسبق المنتج بتاعنا إذن عملية التطوير المستمر للمنتج اللي عندي واستحداث function جديدة للproduct لعملية السيطرة على السوق ده مهم جدا أربعة cost reduction يبدأ المهندسين دلوقتي بيفكروا في أن أي حاجة ملهاش value added في الشركة ملهاش قيمة مضافة أكنسلها عملية reduction لكوت service improvement أبدأ أطور الخدمة بتاعتي من الموضوع realise كما أنه لا أبحث عن عنه الوحة من الموضوع بيفكروا في الشركة ونوضوع من الموضوع بعضة من الموضوع ومن الموضوع كم الصناعر الوحة السؤال الأول هيبقى What is the difference between Microeconomics and macroeconomics الفرق بين الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكل Define the 10 point for the principles of economy العشر أشياء اللي هي المبادئ الاقتصاد Describe the problem solving process خطوات حل المشكلة اللي عندكم